السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب نأخذ هذه المكالمات فضل يا راشد السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله عندي سوالين برحمة الله فضل يا راشد الأول حديث من قال لا إله لله وحده ولا شريك لا الملك لا والحمد وعلا كل شيء قادر مئة مرة كان له الحرز من الشيطان إلى آخر ورد في يوم يعني ما ورد في ليلة هم معناه أنه سيقوله فقط في النهار ويقوله في النهار مئة والليل مئة إن شاء حديث ثاني مثلا إذا سافر مثلا ثلاثة أو أربعة سيأمر عليهم أميرا شو هل يطاع حالة الأنيخ في كل شيء مثلا شو يطلاحياته إن شاء الله السلام عليكم مرحب عليكم السلام صالح السلام عليكم الشيخ السلام ورحمة الله كيف حاسك طيب مرحب أخوي الله يحييك فيه شيخ عندي سؤالين لو تمحت اتفضل بالنسبة للقصف المصورة للأطفال حكم بيعها وإذا كانت منضبطة بالشرق يعني هي محتواها طيب بس حكم الصور اللي فيها المرسومة إن شاء الله والسؤال الثاني حكم الذهاب لأسواق بالنسبة للشباب يعني النساء ورجال لغير الحاجة مثلا للتنزه يعني تغير الجوع لما يقولون إن شاء الله مرحب محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ مرحب أختي شيخ الله عافيك قبل تم يوم سألتك سؤال عن السنن القبلية والبعدية هل تأخذ حكم الصلاة الفرض من حيث رفع اليد للتكبير ومن حيث الإطالة والسرعة جاوبتني من حيث الإطالة يعني بس من حيث الرفع اليد للتكبير ما جاوبتني عليها إن شاء الله السؤال الثاني نفسها مع سألتك عن قلت لي الجمع للمقيم يعني مول المسافر للمقيم لما يجمع بين صلاتين مثلا المغرب والعشة السنن يصليها بعد العشة يعني ركعتين بركعتين قلت لك هذا أذكر قلت لك بعد قلت لي إنه نجمع بس ما قلت لي هل هي بعد العشة نجمعها يعني ركعتين ركعتين أربعة مع بعض إلا يجمع بعد العشة يجمع فصل لك إن شاء الله إن شاء الله السؤال الثالث عينهم بكت من خشية الله هل هذا يعني بكاء العين من خشية الله يكون فقط في قراءة القرآن الكريم ولا ممكن إذا يعني مثلا تفرح شخص أو تفرج كربة عن شخص أو أي نوع من الأعمال الصالحة اللي الإنسان يفرح فيها لما يسويها ويطمع فيه رضا رب العالمين تدمع عيونه يعني من الخشية هل يعتبر هذا من خشية الله إن شاء الله السؤال الأخير أختي رأس الحلم والدي طبعا هو متوفي الله يرحمه أختي رأس الحلم إنه يسألني أنا يقول لي ليش ما سويت نوع من أنواع التمرية يعني قال اسمها في الحلم فهي أختي قالت لي إنه يعني يمكن أبوي يكون مشتهي هذا الشي فإحنا عدنا عوايد هناك في البرد إنه يعني إذا المتوفي حلم بأكلة معينة نسويها ونوزعها على الفقرة فهل هذا يجوز ولا لا إن شاء الله جزاك الله خير أرحب أختي أبو محمد السلام عليكم وحمد الله السلام وبركاته أرحب أختي الله أرحب أختي يجوز ولا لا يختسل من الزراحة trois كم مرة ونسل بوت تكرم يعني بكم صخرة يستنجد منها إن شاء الله أزاك الله وإزاك الله خير مرحبا يا أبو محمد محمد السلام عليكم عليكم السلام سيدي قبل اليومين وأنا بصلي في صلاة السنة البعدي الظهر جاء واحد من المصلين وربط علاقتهم فأنا غيرت الحقيقة نيتي وصليت يعني أربع رقعات فرض الظهر هل هذا صلاتي صحيح إن شاء الله ولا لا وفي مثل هذه الحالة يعني مستقبلا إيش نعمل يعني وأنت صليت الظهر يعني أصلا آه صليت أربع الظهر وبعد قمت بعد الصلاة أصلي السنة وأنا أقرب الفاتحة في سرل طبعا جاء واحد وربط على كتفي بغيرت نيتي وصليت أربع الظهر وصلى وراي طبعا ولما خلصت الصلاة صلينا السنة أبشر أبا أخوي محمد أبشر فأزاثا ما ينزل هذي الحالات إن شاء الله يعني في المستقبل أن يش نعمل ولا هل ثلاثة الصحيحة أم لا أبشر شكرا مرحبا أبو ناصر كماربو نساء الخير يا شيخ نساء الخير العافية طبول أمرك السؤالك أنا أسمعته باللمس عندكم سوال يقول كلمة على الله مبزينة لكما يعرف هذا معناتك كيف إن إلا قلتنا الشيء هذا خلى على الله أو فيه سوال ثاني توكلت يعني؟ يعني تقول توكلت على الله ولا الشي يقول هذا بيكم أنا شي يقول خلى على الله أسهل ولا فيه سوال ثاني أنا لم سمعت الشوء على خطفة خفيدة عندكم يعني عندنا في البرنامج؟ أيو أمس ما أذكر والله يا أبو ناصر أني جانا مثل السؤال هذا لا يصير مقطع مسجل قديم هذا الأمس يعني إلا تقول على الله أنك شي يتعلق على الله أنك مثل الشخص تقول هذا الشي على الله ما أفهمتنا هذه الكلام ويجب أن تغلق السرسارة إن شاء الله أبشر أفصل لك إن شاء الله بيض الله ويحق مرحبا وجه كبير مرحبا أمم محمد ألي تضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر الدخطور الشيخ شكر وايد على هال اللي تعلمنا قمنا نتابعه أشياء ما نعرفها والحمد لله عرفناها وزا الله خيره وفي نجاح حسنات إن شاء الله ويحدي الصحة والعافية إن شاء الله آمين وجزاكم الله خيره ومقصرته مشكورة محمد ومع السلامة مع السلامة مرحبا مرحبا الله يحفظك مجاهد السلام عليكم عليكم السلام عليكم ومقصرت الله الله يحفظك أول شيء يعطيك الصحة والعافية وفي نجاح العمود آمين زاك الله خير الله يعطيك العافية يا شيخ عندي بس كم سؤال صغيرة فضل أولا تذكير التذكير في الآية التي جاءت في كم موضع التي هي غال ربي لما أغويتني الذي هو إبليس يقول لربنا بما أغويتني في كم موضع من مواضع في القرآن الكريم طيب هذا واحد الآن في صلات الجمعة قبل أمت في الصلاة الإمام لما ركع إحنا ما تمعناه فتمعناه لما انظر من الرفع وغفا مع الله ولمن حميده وإحنا كنا وعكين أيها إحنا كنا وعكين بعد ما خطر الله انتهت الوالد الوالد كان جنبي كان بالغرب مني قام عمل مسجتين سهو فأنا ما عمل أعز أعرف من صلاة هل فعله صحيح أو أنا كان عمل مجاهد بالنسبة لكم أنتم ركعتوا بعد ذلك أو ما ركعتوا الركعنه هو بعد ما قال سمع الله ركعنه كان في مراجعين تريع ممتاز يعني ركعت وكملت معه ركعنه وكملنا معه أحسنتم طيب أبشر مجاهد سمعت عنك عن طريقة التكبير أقول مثلا مع الكتف كانت يعني تقول مع الكتف وأنا سمعت شيخ من طرح أنا أعتبره من علماء هذه الأمة لهذا أحسنتم فقال من الأفضل أنه لابد أن الأفضل الخامس يلمس الأذنين وانت قبل يومين ثلاثة أنا حضرتك يلمس قصدك الإبهام يلمس الأذنين منها قال اللي بها يحقيل مثل الضمان طيب إن شاء الله أبشر أبشر يا مجاهد أما على شاخر السؤال صغير بس هل يجوز مصحف لقيام الليل كيف كيف أعد السؤال لقيام الليل يعني مثلا أنا أقيم الليل حافظ صور بس أحيانا أنسى منها جوز ممكن أكون مصحف واصلي إن شاء الله إذا نسيت أقوم أفتح مثلا المصحف أشوف وين أنا أغلط أغلط أطلح وقوم أواصل من راتي يعني من الحاجة إن شاء الله الله يحفظك يا شيخ الله يميت عمرك يا رب مرحبا مرحبا يا مجاهد أبو محمد السلام عليكم سلامة الله كيف حالك يا شيخ مرحبا أبو محمد عندي تقريب التسئلة يلا السؤال أول أكرمك القطط مثلا أنا عندي هل يتربى لو لزينة إيه لو لا تخلص من هنا ما أعطيه رعين محلي بيع القطط هل علي أسلم كذا هل هل تعاون على الأسلم أو لا إن شاء الله السؤال الثاني شيء تخطر بالي الآن أم الرسول وأبو عليه الصلاة السلام هم بالجنة ولا بالنار إذا كانوا بالنار كم من المدة كم سنة بين عيس عليه السلام ومحمد المدة هذه سنوات أقل بسم الله الرحمن الرحيم على طول وي ويش الحالة إن شاء الله إن شاء الله الله يتذكره مرحبا مرحبا خلصنا ما أسمعنا تفضل يا محمد محمد سلام عليك الشيخ فرحان السلام عليك الشيخ فرحان عليكم السلام رحمة الله بركاته خفض التلفزيون يا محمد اسمعني من الهاتف إن شاء الله أقول لك يا شيخ أنا صليت المغرب على مسح لكن يوم صلاة العشاء الزم يعني ظني طلع هو من عندي مني وانا يا من أعمان تعبان وصليت وكملت وصليت أني ما تمسحت والثاني أني طلع هو مني شو الحل يعني أقضيها ولك شو الحل يعني أحدث قبل صلاة العشاء وصليت نعم نعم شاء الله يا محمد أبشر شكرا مرحبا أم علي أم علي من اليمن تفضلي أم علي معي يعني سؤال من أخي تفضلي يعني تزوج قبل سنة ونصف ما كفهم شي هو زوجته وحدثت مشاكل بينهم بس نقول لها يعني اشتي طلقها أيش السبب يقول مشاكل خاصة بيننا ما يشتيش خارج يعني خبر أسرار غرفته يعني يعني هم يرافضين كلمة الطلق ويشتي لا طلق ويقول لا طلق قال قلنا نزوجه يعني زوجة ثانية ويجس نرد لها لأولا قال أبدا أنه يعني يعني يكون هكذا حرام مزيد يعني يزوج يعني هو ما يشتيه من البداية أنه عاي يظلمها لو يزوج واحدة ثانية ويحبها يعني 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 ما يحبهاش لله تحدث بينهم مشاكل نقول نتدخل يقول ما شي هذا حاجة خاصة بينهم مرته يعني فهذا تحدث مشاكل قدامنا بس نحن ما نتدخلش بس بيومي رفضين كلمة طلق قال ما حرام لا لا زوجت واحدة ثانية وهي مشتيهاش وهذا الحرام تفعد عاشرها وأنا مشتيهاش الآن يبغي يطلق هو هو يبقى ويحبها كفعي عاشر الأول اي طيب وتحدث بينهم مشاكل ويحرمها والله واعلم يعني ما نستش ندخل بينهم وإبو دحين قال لنا نسألك ويشتيط لك هو بيومي رفضين أنت تنصح بيومي وكمان تنصح أب شريم علي يلا الله يطول ودعنا لدي أمي هم مسافرين ومريضين وقال يمكن يكون هذا الخبر السبب الله يحفظهم يردهم بالسلام عمين والله يطول بعمق معبد الرحمن السلام عليكم شيخ كيف السلام تباركاته الشيخ أنا أسأل ولدي الحين عشان ظروف كورونا الحين الأمور شوية الحمد الله طيبة فراح الكلية يدرس في أبوظبي بس طبعا نحن ساتين في دبي أحين السؤال هل هو هناك أبوظبي يقصر ولا يصلي صلاة عادية نفس اللي هو في دبي في بيتنا وهذا السؤال يا شيخ ساكن هناك أم عبد الرحمن ساكن نحن في سكن الكلية يرح خمس أيام والووكين يكون عنا نحن في دبي شارع أبشر هل هناك يقصر ولا هناك يقصر ولا يصلي نفس شي كيف في الوضع أبشر أم عبد الرحمن مرحب شكرا طيب نكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع بالأمس عندي مجموعة أسئلة بقي الضاق الوقت أن الإجابة عليها الأخي سعيد من أبوظبي بارك الله في يسأل يقول ما الفرق بين المدينة والمزابنة سعيد من أبوظبي بارك الله فيك بالنسبة للمدينة إذا قصدت المدينة الدين فهذا جائز ومشروع وهو أن يقترض شخص من آخر وأن يسدد هذا الدين إما يسدده دفعة واحدة أو يسدده على أقصاط من دون اشتراط الزيادة حتى لا يكون ربا والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه نبي عليه الصلاة والسلام قال من أسلف فليسر في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم هذا إذا قصدت الدين هذا معنى المزابنة هو نوع من أنواع البيوع المحرمة وهو أن يبيع التمر في الأرض بتمر موجود في رؤوس النخل خرصا يعني تخمينا وظنا تخمينا وظنا تعرف بأن التمر من الأجلس الربوية فإذا باع شيء في الأرض وشيء في رؤوس النخل يحصل تفاضل أحيانا يحصل التفاضل ولا يضبط التماثل والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن التمر بالتمر مثلا بمثلها أم بها هذا هو بارك الله فيك أم عبد الله من قطر تقول بأن سوت عملية في دولة أوروبية وتقول حط لها عين للشخص توفي تقول هذا غير مسلم هل يجوز أني أدعو له أم عبد الله بارك الله فيك والحمد لله على سلامتك وهذا من توفيق الله لك وتيسير الله لك أن يسر لك عضو والحمد لله الآن تبصرين وشيء من هذا القبيل يعني ممكن تقول اللهم أجزه عني خيرا مثلا قولي اللهم أجزه عني خيرا أم عبد الله تقول من عمري 14 سنة وإلى الآن تقريبا عمري 60 سنة عيني فيها حساسية وأغمضها كثيرا تقول ما تحمل حتى في الصلاة قالوا لي لا ما يصرح أم عبد الله بارك الله فيك أولا بالنسبة لتغمض العينين في الصلاة مسألة خلافية والراجح الكراهية لغير حاجة الكراهية لغير حاجة أما إذا كان ثم حاجة فنعم ما في بأس يعني مثلك أنت عندك شكالات حساسية في العين عندك كذا غمضي ما فيها بأس شخص حتى لو ما كان عنده مشكلة في عينه لكن في مشوشات أمامه مشغلات وصوارف تمنع من الخشوع ما في بأس لو غمض عينه وما في نص عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمنع وإنما ورد من حديث عائشة أثر عن عائشة رضي الله عنها وموقوف عليها ولكن إذا احتجت ما في بأس ولله الحمد يمكن هذول اللي قالوا لك سمعوا بهذا الأثر وعمموا لا هو إذا كنت محتاجا ما عليك شيء ولله الحمد والمنع أم عبد الله بارك الله فيها من قطر تقول لما أسافر مثلا بالنسبة للصلوات قبل الظهر تقول أربع ركعات ولي قبل العصر تقول أصليهم أم لا أختهم عبد الله من قطر بارك الله فيك أولا بالنسبة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في السفر كان عليه الصلاة والسلام يصلي الفرائض في السفر ويقصر الرباعية يقصر يعني الظهر والعصر والعشاء يقصرها إلى ركعتين وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يجمع عفوا جمع تقديم أو جمع تأخير جمع تقديم يقدم العصر مع الظهر في وقت الظهر أو يؤخر الظهر جمع تأخير أو جمع تأخير يؤخر الظهر مع العصر في وقتها و كذلك المغرب و العشاء النبي عليه الصلاة و السلام الثابت عنه أنه ما كان يصلي السنن الرواتب إلا سنة الفجر كان يواضب عليها في السفر و الحضر فأما بقية السنن السنن الظهر بعد المغرب بعد العشاء ما كان يواضب عليها لكن كان يصلي النفل المطلق يعني مثلا إذا أراد أن يشتغل بالصلاة صلاة النافل صلى النفل المطلق أما السنن الرواتب هديه ما كان يأتي بها في السفر و إنما كان يصلي سنة الفجر فقط مع الوتر عليه الصلاة و السلام افتخار من العراق تسأل تقول يعني بالنسبة للنساء تقول ما يسمحوا لهم بمجرد تقول مسألة عقود النكاح و البيوع و كذا فقط الرجال أختي افتخار بارك الله فيك أولا بالنسبة للأحكام الشرعية المبنية على الأدلة من الكتاب و السنة ليست هي للرجال فقط فهناك شيء خص الرجال هناك شيء خص النساء هناك شيء يشترك فيه الرجال مع النساء حتى في مسائل الشهادة حتى في مسائل الشهادة و لذلك مثلا لما نأتي إلى شهادة المرأة مثلا في الحدود و القصاص لا بد من الرجال في الحدود و القصاص لا بد من الرجال شهادة الزنا لا بد من الرجال شهادة النكاح في القول الراجح من أقوال أهل العلم قول الجمهور علامة الرجال في الأموال في الأموال فاستشهدوا نعم رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداؤهم فتذكر إحداؤهم الأخرى في حالات ما يستشهد فيها إلا النساء ولا تقبل شهادة الرجل قالوا في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء حتى في قضايا النكاح يعني مثلا الشهادة في الزواج بعض العلماء يجعلها من أركان النكاح وبعض يجعلها من واجبات النكاح هنا قول بأن الشهادة في النكاح ليست بواجبة وأنه يكفي إشهار الزواج يعني لو افترضنا بأن شهد رجل وامرأتان على عقد نكاح في القول الآخر الذي عليه كثير من أهل العلم من هذا التحقيق أنه النكاح صحيح لماذا لهم لا يجبون الشهادة في عقد النكاح لهم كلام في مسألة الحديث لا نكاح إلا بولي وزيادة وشاهدي عدل لهم كلام في هذه اللفظة عموما الإشهار يكفي في هذا بارك الله فيك فيأختي الفاضلة لما يأتي الإنسان يتكلم يجب عليه أن يتكلم بعدل ويتكلم بعلم لا بد الله عز وجل يسأل العبد يعني بعض الناس الآن قد يكون له موقف معين سبب عدم اطلاعه سبب عدم إحاطته بالموضوع يعني مثل بعض الناس الآن يعمم يقول المرأة دائما على النصف من الرجل في الميراث غير صحيح يعني في حالات كثيرة المرأة تأخذ أكثر من الرجل تأخذ أكثر من الرجل حالات كثيرة جدا البنت تأخذ أكثر من الأب تأخذ النصف والأب يأخذ السدس يعني إذا كان مثلا أيضا جدتها موجودة تأخذ السدس ووالدها يأخذ السدس مثلا ويرد على الأب بعد ذلك يعني ما يسمى جمعه بين الفرض والتعصيب البنت أحيانا تأخذ أكثر من العم فحالات كثيرة فيجي بعض الناس يختطف اختطاف مسألة واحدة ويحاول يوظف توظيف إما بجهل إما لمقصد سيء يقول ها شوفوا مثلا كذا غير صحيح قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والمقصود بأن أي إنسان إذا أرد يتكلم في مسألة يتكلم أولا بعلم وثانيا بعدل لأن الله تعالى سائله يوم القيامة وبعدين بعض الناس الآن يعني كون الشخص ما يعلم ليس معنى إلغاء الحقيقة والله أنت مثلا أو أنا عرفت هذه مسألة وشعرت بأن القصور هل ألغي الشيء المعلوم كوني أنا ما أعلمه ليس بصحيح يعني من علم حج على من من لم يعلم من لم يعلم افتخار من العراق تسأل تقول بالنسبة للحج التجاري تقول أسعاره ضعف يعني تقول يعني ما حكم الإنسان الذي يأخذ هذا الحج ويذهب به إلى مكة ما في شيء أخت الفاضلة بالنسبة للإنسان أولا يقول الله عز وجل ولله كي على الناس يحجوا البيت من استطاع إليه سبيله قال العلم الاستطاع نوعان بدنية ومالية فإذا كان الإنسان عنده قدرة مالية على على مصاريف الحج سواء حج تجاري ولا حج طبيعي ولا وسيلة نقل سيارة ولا باص ولا طائرة ولا باخرة يحج أما إذا كان الشخص لا عنده ما لكن ما عنده القدرة على أن يحج مثل ما ذكرت الحج التجاري إلا عن طريق اقتراض مثلا لا ما يجب عليه ما يقترض لأجل أن يحج بارك الله فيك أبو محمد من البحرين يقول آية قول الله عز وجل سيوتين الله من فضله إن إلى الله سيوتين الله من فضله ورسوله إن إلى الله يقول هذه نقولها يقول سمعت هناك من يقول بأنها تقال فالصلاة في نهاية التشهد أبو محمد بارك الله فيك أن تدري هذه الآية نزلت في من هيا أبو محمد نزلت في المنافقين هذه الآية نزلت في المنافقين يقول الله جل وعلا ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضو وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله ورسوله من فضله إن إلى الله راغبون فالله جل وعلا في هذه الآية فضح المنافقين وكشف عن مخبآت ضمائرهم وخفايا صدورهم وبيّن غلطهم وانحرافهم حينما يلمزون ومنهم من يلمزك في الصدقات يعني إن أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام رضو وإن لم يعطهم نقموا وبدأوا يطعنون في النبي عليه الصلاة والسلام فالله تعالى قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ما قال ورسوله إن الحسب توكل على الله حسبنا الله سيؤتين الله ورسوله من فضله إن إلى الله رغبون لكان أفضل لهم من أن يكونوا في مثل هذه الأخلاق السيئة فكيف يا أبو محمد الآن يأتي شخص إلى آية جاءت تفضح المنافقين ويوظفها في الصلاة أين الدليل ما في دليل وأي إنسان يقول بأن هذه الآية من دعا بها فسيؤتيه الله كذا وكذا هذا كذب على الله وكذب على رسول الله وكذب على أهل العلم كيف يا هذه آية في المنافقين سياقة في المنافقين ولذلك ما يجوز الإنسان أن يوظفها في الصلاة وتوظيفها في الصلاة خاصة مثل ما ذكرت هذه بدعة من البدع لأن تحتاج إلى دليل من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل الصحابة الذين هم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل فنبه الذي قال لك على خطائه وقل له اتق الله لا يجوز لك أن تنشر البدع والمخالفات والمحدثات وترويج على الناس الآن الناس يحتاجون إلى معرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء ومنافق الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي ما قال النبي سلم هذا ولا فعلها الصحابة ولا قالوا رضي الله عنهم أبو محمد البحرين يقول يعني في أدعية أثناء الوضوء وذكر طبعا يقول هناك أدعية كثيرة أخذناها من آبائنا يعني إذا جينا غسلنا الوجه وإذا غسلنا اليدين إلى آخر أبو محمد بارك الله فيك لا شك بأن هناك مخالفات ومحدثات وبدع طرأت على العبادات والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ويقول عليه الصلاة والسلام في وصيته الأخيرة التي ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب حتى الصحابة بكوا قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلافاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وجاء في لفظ وكل بدعة ضلالة فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة جاء في لفظ وكل ضلالة في النار ولذلك أخي الفاضل الوضوع عبادة والنبي عليه الصلاة والسلام وصف الصحابة وضوءه وصفا دقيقا ما تركوا شيء ومن جملة هالأدعية وأنا أعطيك قاعدة مهمة جدا تحفظها وتعلم أهلك وأولادك وحمولتك واللي حولك واصدقائك يتمسكون بهذا إذا عرفنا القاعدة هذه ما في حاجة أن نجيب بعض الأدعية عند الوجه وعند اليدين وعند الرجلين وعند كذا القاعدة هذه يا أبو محمد ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة أدعية في الوضوع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة أدعية في الوضوع تبغى تعرفها أكيد جالس الآن تنتظر أولا في أول الوضوع التسمية تقول بسم الله فقط هذا أول الوضوع بعد الوضوع دعائين ما في داخل الوضوع أي دعاء لا عند الوجه ولا عند الرأس ولا عند اليدين ولا عند الرجلين آخر الوضوع بعد ما تنتهي من الوضوع تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا جاء عند مسلم والترمذي في زيادة عند الترمذي ما هي الكلام عند العلماء تصحيحا وتضعيفا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من التطهرين صحها كثير من أهل العلم من قال هذا الدعاء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي أشاء الدعاء الثالث نفس دعاء كفارة المجلس هذا حديث أبي سعيد الخدري عند النسائي بإسناد صحيح نفس دعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لي إذا حفظنا الأدعية الثلاثة هذه خذها قاعدة أي شخص يقول لك فيه دعاء عند غسر اليدين غسر الوجه هذا كله من البدع فإذا ضبطنا هذا اتضحت لنا معالم السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أم عبادة من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني كنت أصلي أربع ركعات سنة الظهر القبلية وأربع ركعات بعد الظهر عرفت بعدين بأن هناك أربع ركعات فقط قبلية وركعتان بعد الظهر تقول يعني هل ما كنت أفعله بدعة مثلا أبادة بارك الله فيك يعني أبشرك بأن هذا سنة وليس بدعة لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر يحرم الله لحمه على النار فنحن ما نأخذ مثلا مثلا بعض الأحكام من حديث واحد أنت رحت على حديث اللي هو السنن الراتب من صلى ثنتي عشرة ركع بنا الله له بيتا في الجنة ومنها أربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر صحيح لكن في حديث آخر من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار ولذلك اخت الفاضل أنت على الخير وعلى السنة بارك الله فيك واستمري على هذا علي من ألمانيا بارك الله فيك يسأل عن صلاة الفجر يقول أريد ما هو الوقت المعين في صلاة الفجر يقول أحيانا عندنا الأذان الساعة الخامسة يقول تقريبا ساعة ستة وعشر دقائق يبدأ الضوء علي بارك الله فيك من ألمانيا بالنسبة لصلاة الصبح بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنده طلوع الفجر الصادق الذي يحرم على الصائم الأكل فيه يبدأ هذا الوقت في بداية صلاة الصبح ويستمر إلى طلوع الشمس تقول الله عندنا مشكلة ما نستطيع نضبط الوقت عندنا خلاف بين المراكز والمساجد الموجودة عندكم أخر هذا أخره حتى ترى الإسفار ترى الإسفار يعني يظهر النور قبل طلوع الشمس لأنه ما يجوز تأخير الصلاة إلى طلوع الشمس فإذا أسفرت صلي وإذا كنت صلي في المسجد الحمد لله صلي في المسجد يعني صلي بصلاة أهل المسجد بارك الله فيك طبعا علي بارك الله فيه يسأل يقول إذا مثلا أصحى بعد ساعة من الأذان هل أنتظر حتى تطرع الشمس أم أصلي علي بارك الله فيك أولا يجب على المسلم أن يواضب على الصلوات الخمس في أوقاتها لأن الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا فرضا هذا المعنى موقوتا مؤقتا وذكرت لك أنا قبل قليل وقت صلاة الصبح بارك الله فيك من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس أنت الآن استيقظت باقي عن طلوع الشمس ربع ساعة يجب عليك مباشرة يجب وجوبا أن تتوضأ وتصلي مباشرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح فقد أدرك الصبح فمتى ما أن استيقظت تقوم مباشرة فتتوضأ وتصلي ولا تنتظر حتى تطلع الشمس يعني للأسف بعض الناس الآن يقولك والله باقي خمس دقائق عن طلوع الشمس طيب صلي صلي اقرأ الفاتحة حتى تدرك الركوع لتدرك الصلاة أداء لا قضاء فإذا أدركت ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركت الصلاة أداء أما إذا ما أدركت ركعة قبل طلوع الشمس صليت قضاء تحتاج إلى توبة إذا كنت مفرط في مثل هذه الحالة راشد بن أبوظبي سأل اليوم يقول بالنسبة لحديث من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك ولو الحمد وحيميته وعلى كل شيء قدر مئة مرة يقول جاء في الحديث كان حرزا له من الشيطان في ذلك اليوم يقول جاء لفظ اليوم هل هذا يكون في الصباح والمساء أم ماذا أخي راشد بارك الله فيك بالنسبة لهذا الذكر يقوله الإنسان على حسب ما ورد في أذكار الصباح والمساء فإن ورد في أذكار هذا الذكر في أذكار الصباح و أذكار المساء يقوله في أذكار الصباح والمساء و أما إذا ورد فقط في أذكار الصباح يلتزم به أو ورد في أذكار المساء يلتزم به وأن لا يحضرني حقيقة الآن يعني بالنسبة لصحة الحديث الوارد في كونه في أذكار الصباح و أذكار المساء لكن كونه في يوم يكفي مرة واحدة إذا قال في يوم يكفي مرة واحدة سواء قاله في الصباح أو في المساء راشد يقول يعني ورد في الحديث إذا سافر جمع مثلا ذكر قال يؤمر أحد يقول طيب هذا الأمير كيف يطاع يعني يطاع في كل شيء يا أخي راشد بارك الله فيك بالنسبة لمناء السنة إذا سافر اثنان فأكثر أن يؤمروا أحدهما و المعنى أن يكون هناك رأس لهذه المجموعة أن يكون هناك كبير لهم يأتمرون بأمره و يستشيرونه و أيضا لماذا لأنه جمع و هذا يدلنا على فضل الاجتماع قيمة الجماعة فإذا كانت هذه الجماعة المجموعة المصغرة يحتاجون رأس فكيف بالأمة الأمة التي تحتاج إلى حاكم و سلطان لماذا حتى تضبط الأمور و لذلك يوجد من الناس من يسافرون و هم أصدقاء و أصحاب و أحبه و يعودون أعداء لماذا لأنهم اختلفوا في رحلتهم و توزعوا في سفرتهم و ما عندهم كبير و يقولون اللي ما عندك كبير يضيع يضيع اللي ما عندك كبير و لذلك أخي الفاضل يعني يقال لكبيرهم أنت أميرنا أو أنت كبيرنا ليس بالضرورة يقول الله أمير أنت كبيرنا و كذا في مدة الرحلة فقط مدة الرحلة فقط فيستشيرون في النزول استشيرون في الوقوف استشيرون في الصلاة مثلا هو اللي يقدر هذه الأشياء و يطاع في طاعة الله و لا يجوز أن يطاع في معصية الله لأن الله جل وعلا قال و لا يعصينك في معروف يقول جل وعلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف يقول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لذلك لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية أرسل سرية وأمر عليهم شخص أمير من الصحابة فهذا غضب على أصحابه فأوقد نارا غضب على أصحابه فأوقد نارا فقال لهم ألست أميركم قالوا بلى قالوا ألم يأمركم إنسان بطاعتي قالوا بلى قالوا أدخلوا النار يقول لهم أدخلوا النار فترددوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أطيعوه ومعروف الطاعب المعروف وهذا أوقد ناره وقال لهم تعالوا ادخلوا النار فبعضهم تهيأ وتجهز ليدخل النار وبعضهم قال لا نحن ما أسلمنا إلا أن نفر من النار كيف ندخل النار كيف ندخل النار فعصوه لأن معصية فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وغضب عليه وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخار لو دخلتوها ما خرجتم منها لو دخلتم هذه النار ما خرجتم منها كيف تطيعون في الدخول للنار ولذلك يعني الشخص اللي أمرتوه في السفر إذا قال لكم الله ما نصلي مثلا ما نصلي أبدا ما يطاع يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخارج أو قال والله دعونا نشرب الخمر ما يطاع وإنما الطاع بالمعروف هذا المعنى بارك الله فيك وتنتهي إمرته بانتهاء السفرة لأنه يعني هذا شيء مصغر لضبط الجماعة لضبط المجموعة بارك الله فيك صالح من أبوظبي يقول هناك قصص مصورة للأطفال يقول منضبط بضوابط الشرع يقول ما حكم ذلك صالح بارك الله فيك بالنسبة للقصص المصورة الهادفة اللي فيها فعلا رسائل مهمة جدا للأطفال وتضيف إليهم إضافات جيدة فيما يظهر لا بأس بها مدام أن الرسومات هذه ليست يعني واضحة المعالم ولا هي مثلا من الأمور التي يعني إذا رأى الشخص قال لا هذه رسمت بهذه الطريقة يعني فيما يظهر لها ما في بأس أو كانت صور فوتوغرافية يعني هو الإشكال الكبير في قضية رسم اليد أما الصور الفوتوغرافية الصور التي فيها مثلا تغيير في معالم الشخصية مثلا بحيث أنه يعرف الشخص بأن هذه فيها مثلا يعني فصل مثلا لبعض الأعضاء وكذا ما في بأس ولله الحمد وأعتقد بأننا في وقت يمكن من المهم جدا مراعاة سياقات الحال وواقع الناس خاصة على مسألة الصور الفوتوغرافية الآن أغلب الفتوى على أنها ليست بمحرمة لأن حبس للظل هي حبس للظل وطبيعي بأن هذه القصص لا تعظم ولا يعني كذا وإنما ترمى في الأرض ويمتهن الأطفال في تقديري بأنه لا بأس بذلك صالح يسأل يقول ما حكم ذهاب الشباب إلى الأسواق لغير حاجة وإنما لمجرد التنزه صالح بارك الله فيك الأسواق إنما يعني وضعت للتجارة وللبيع والشراء ولذلك النصوص مجموعة النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام تشير إلى أن ينبغي للإنسان إذا أخذ نهمته وحصل حاجته من الأسواق أن يرجع وقد ورد في الأحاديث بأن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق وشر البقاع الأسواق ولذلك الأسواق يحصل فيها يعني الأيمان الكاذبة يحصل فيها القيل والقال يحصل فيها الغش والتدليس يحصل فيها ولذلك يحضرها الشيطان يحضرها الشيطان وقد ورد في حديث وإن كان إسناده ضعيف لكن بعض العلماء يقول بأنه من فضاء العمان ما يتعلق بالدعاء السوق عموما الأسواق إذا كان الإنسان ليس له حاجة فالأصل أنه لا يذهب إليها لأن محل وقوع النظر على الغاديات والرائحات أو يقع نظر المرأة أيضا على الرجال وإنما من أراد التنزه والتفسح عليه بالبحار عليه بالبر عليه في المنتزهات عليه بالأندية مثلا المحتشمة التي تضيف إليه إضافات مثلا لبنية جسدية المكتبات الآن المهجورة وللأسف الشديد يوجد مكتبات عملاقة في كل مكان فيها من أمهات الكتب فيها من مئات الآلاف من الرسائل والكتب فيها من الإبداع الذي يغذي الفكر ويغذي العقل الشيء الكبير فأتمنى أو أرجو من هؤلاء الشباب بدل ما يتكسعوا أو يتسكعوا في الأسواق وربما صدر منهم ما هو محرم أو نوقع إلى شيء أن يذهبوا يعني البلد والدولة ما قصرت زاهم الله خير فتحوا مكتبات يعني فيها من مما لذ وطاب من الكتب سواء باللغة العربية باللغات غير العربية فيها من كل فن هذا اللي ينفع الإنسان وليس يعني التمشيات في الأسواق أنا لا أقول محرم المحرم على حسب ما يصدر من الشخص فإذا ذهب خصيص لأجل النظر والمعاكسة وإيذاء الناس لا شك بأن هذا محرم إذا ذهب مجرد يشتري حاجة ويرجع أو يزور شخص مثلا حلال فيختلف على اختلاف الحال بارك الله فيك أم أحمد من الشارقة تقول أنا سبق أني سألتك عن السنن القبلية والبعدية من حيث يعني كونها تشابه الفرض تقول أجبتني عن جزئية بقي جزئية رفع اليدين تقول هل يعني يأخذ نفس الحكم أم أحمد بارك الله ذيكي الجواب نعم بالنسبة للصلاة واحدة عندنا الصلوات واحدة يعني هيئة وحالة وصفة الصلاة واحدة يعني كما أقول في الفرض الله أكبر أرفع يدي بهذه الطريقة أيضا في النفل أقول الله أكبر أضع يدي اليمنى على اليسرى في الفرض كذلك في النفل أرفع الأصبع في التشهد أحركه أو أثبته كذلك في النفل النظر إلى محل السنود كذلك وهكذا يمكن مسألة التورك أنت سألتي فقط عن رفع اليدين التورك طبعا الصحيح من قول أهل العلم أن كل صلاة فيها تشهدان من السنة أن يتورك المصلي في التشهد الأخير كل صلاة فيها تشهدان لاحظ يعني السنة ركعتين ما يتورك لماذا؟ لأن تشهد واحد تشهد واحد ولذلك يأتي الإنسان بسنن الصلاة في الفرض وفي النفل أم أحمد سألت أيضا عن شخص يجمع بين صلاتين وهو مقيم مثلا تقول السنن هذه كيف يصليها؟ أخت الفاضل أفترض الآن جمع شخص بين صلاة المغرب و العشاء جمع شخص بين صلاة المغرب و العشاء عندنا سنة بعدية بعد المغرب فبعد ما ينتهي من صلاة العشاء يقوم فيصلي السنة البعدية بعد صلاة العشاء السنة البعدية للمغرب ثم بعد ذلك يصلي السنة البعدية العشاء أفترض الآن جمع بين الظهر والعصر عندنا أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر الآن جمع بين الظهر والعصر بعد ما ينتهي من صلاة العصر يصلي السنة سنن القبلية والبعدية للظهر بعد صلاة العصر قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر لما أشغلته الوفود ما استطاع يصليها صلى الله عليه و آله و سلم أم أحمد تقول ما معنى عين بكت من خشية الله هل كل بكاء يعني مثلا أم فقط عند قراءة القرآن لو أن شخصا فرج كربة عن شخص وتأثر في الموقف وبكى من خشية الله يعني هل هذه تدخل فيها أخت الفاضلة ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث إسناد لا بأس به أنه قال عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله و عين باتت تحرس في سبيل الله و المقصود هنا عين بكت من خشية الله عين بكت من خشية الله و الخشية أعم من الخوف الخشية أعم من الخوف ففيها خوف و زيادة أيضا يعني من خشية الله المقصود فيها قد يكون خشوع مثلا فإذا تأثر الشخص بموقف إيماني وبكى فيما يظهر لي والله أعلم أن هذا يدخل تحت الحديث لأنه ما قال وعين بكت خوفا من الله خوف من الله خوف من النار من العقوبة من كذا لكن الخشية أوسع الخشية أوسع الخشية قد يدخلها مواقف إيمانية يحتز لها الوجدان وتتحرك لها العواطف فيبكي الإنسان يستشعر فيها عظمة الله عز وجل يستشعر فيها يعني فضل الله عز وجل عليه هذا اللي يظهر والله أعلم أم أحمد تقول أختي رأت في المنام ووالدها ويسألها يقول ليش ما سويتولي تمرية تقول نحن عندنا بأن مثل هذه الرؤى نصنع تمرية ونوزعها عوايد عندنا تقول على الفقراء ما حكم ذلك أختي أم أحمد بارك الله فيك بالنسبة للرؤى والأحلام لا يبنى عليها شرع وأحكام بمعنى أن الشخص مثل حالة أختك مع والدك رحمة الله عليه وغفر الله له ما ينبغي أن نذهب فنقول ما كان هذا حديث نفس وفي الغالب أن الشخص خاصة قلت بأن الوالد يحب هذا الشيء يعني قد ينقدح في الذهن وترتسم صورة الوالد قبل النوم وكذا فيحصل يعني تأثر بما كان يتخيله الإنسان فيأتي في المنام ولذلك ما يبنى على الرؤى أحكام ما يبنى عليه ما يكون هناك شيء عملي حتى لو قال لكم الوالد سووا لا وإنما تتصدقون عن الوالد تصدقوا عنه بالنقود بالمهن ساعدوا فقير ساعدوا مريض ساعدوا كذا أما قضيت أني أصنع تمرية لا لأن هذا سيقود إلى أمور غير جيدة وتفتح يعني أبواب عليكم ربما أولادكم وليحولكم قد لا يفقهوا مثل ما تفقهون أنتم ربما عملوا أشياء غير جيدة فنبهوا على هذا أبو محمد من دبي يقول بالنسبة للأطفال اللي يموتون في البطن في الحمل يعني أو ينزلون مثلا يقول ما حكم هؤلاء هم ما نطقوا الشهادة أبو محمد بارك الله فيك بالنسبة لجميع أولاد المسلمين الذين يموتون قبل البلوغ وقبل جريان القلم عليهم هؤلاء تبعوا لآبائهم تبعوا لآبائهم فهم مسلمون ولله الحمد بالفطرة مسلمون بالفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها ولذلك هم مع آبائهم مع والدين في الجنة ما يحتاج أن يقول والله طفل في البطن يطلب منه الشهادة أو طفل نزل حديث الولادة يطلب منه الشهادة هذا غير صحيح بارك الله فهم يتبعون آبائهم ولله الحمد من حيث الدين ويكونون معهم في الجنة الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء أبو محمد يقول أنا أستنجي بالمحارم وأقوم أتوضع مباشرة هل يشترط أني أستنجي وأيضا سأل عن يقول أكون في الصحراء ويعني أستجمر بالحجر يقول كيف أستجمر بالحجر أبو محمد بارك الله فيك أولا عندنا شيء اسمه الاستنجاء وشيء اسمه الاستجمار الاستنجاء هو استعمال الماء لقطع الخارج من السبيلين والمقصود البول والغاعت أكرمكم الله استعمال الماء ولا يشترط فيه عدد معين الذي يشترط فيه إزالة الخارج من السبيلين أو أثر الخارج من السبيلين إزالة أثر الخارج من السبيلين حتى يعود المحل خشنا كما كان هذا فيما يتعلق بالاستنجاء أنت الآن سألتني عن الاستجمار الاستجمار مأخوذ من الجمار وهي صغار الحجارة الآن الجمرات في مكة في الحج يسمونه جمار لأنه جمار الحجر الصغير الاستجمار يعني يجزئ الإنسان أن يستجمر بشروط حتى لو كان عندما لا يشترط للوضوء أن يستنجي الإنسان قبله فلو استجمر لا حرج في ذلك استعمل الحجارة أو المنادي الورقية الكلينكس اللي ذكرت القماش مثلا ألمهم الأشياء لكن فيه شروط أولا أن تكون طاهرة يعني هذه تكون طاهرة فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث بن مسعود لما ذهب يقضي حاجته قال للمسعود اتني بثلاثة أحجار فأتاه بحجرين وروثة فأخذ الحجرين ورد الروثة قال إن ركس نجسة يعني فما استجمر بها أن تقول المنادي الطاهرة الأمر الثاني أن يكون ثلاثة فأكثر فلا تستجمر بأقل من ثلاثة يعني تمسح ثلاث مساحات تمسح ثلاث مساحات إذا ما حصل الإنقاء تستجمر بأكثر والسنة في الراجح من قول أهل العلم أنك تقطعها على وتر لكن لو ما قطعت على وتر ما عليك شيء يعني أربعة خمسة ستة مثلا لكن أقل شيء ثلاث من استجمر فليوتر ثلاث مساحات هذا أقل شيء هذا أقل شيء فالنبي عليه الصلاة والسلام استجمر بثلاثة أحجار الأمر الآخر المخرج البول ومخرج الغائط واحد في قضية الاستجمار فإذا أردت أن تستجمر في محل البول أيضا تستجمر ثلاثا سواء كنت في البيت أو في الصحراء أو في أي مكان بارك الله فيك محمد بن أبوظبي بارك الله فيه يقول قبل يومين كنت أصلي سنة الظهر البعدية يقول جاء شخص ويعني ضرب على كتفي فيريد أن يصلي معي يقول غيرت نيتي من السنة إلى صلاة الظهر وصلت فيه أربع ركعة يقول ما حكم ذلك محمد بارك الله فيك وزادك الله علما وحرصا أولا بالنسبة للرجل اللي صلى إن شاء الله صلاة صحيحة لأنه ما يعلم عن نيتك أما أنت فصلاتك باطلة باطلة تدري ليش يا محمد لأنك قلبت النفل إلى فرض والفرض أقوى من النفل الفرض أقوى من النفل لو كنت تصلي الفرض وحبيت أنك تقلب إلى نفل يجوز في الراجح من قول أهل العلم لمصلحة ولحاجة وليس لعبث أنت الآن تصلي سنة كيف تقلب فرض واضح أنت معذور لأنك أنت ما تعلم من الحكم الشرعي في أن يجوز اقتداء المفترض بالمتنفر والمتنفر بالمفترض فأنت لو كملت صلاتك سنة هو يجوز له يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفر يجوز أن يصلي الشخص الظهر بالشخص يصلي ركعتين وفعل معاذ رضي الله عنه كان يصلي معنا بسلم صلاة العشاء حاضرة من فرض ويذهب إلى قومي فيصلي بهم إماما العشاء أيضا تكون له سنة ومن خلفه فريضة فطيب أنك تتعلم يا أخوي محمد وتعلم أيضا اللي حولك مستقبلا ما تفعل هذا الشيء تستمر في صلاتك وهو الحمد لله صلاة الصحيحة ولله الحمد والمن أبو ناصر من العين يقول أنا سمعت جواب مسألة يعني على الله أو توكلت على الله يقول ما فهمت الجواب أبو ناصر بارك الله فيك أولا التوكل على الله عز وجل هو أصل الإسلام وأصل الملة وأصل الدين ولذلك الله قال وتوكل على الحي الذي لا يموت ولذلك التوكل أعظم مقامات العبودية عند الله والتوكل تقول توكلت على الله فوضت أمري إلى الله مثلا استعنت بالله هذا كل من التوكل على الله فتتوكل على الله في جميع أمورك في جميع شؤونك في جميع أمورك وشؤونك تتوكل على الله عز وجل حق التوكل في شيء اسمه وكالة تجي تقول الله لأخيك ولا لابنك ولا جارك ولا صديقة تقول وكلتك يا فلان تروح تشتري لي سيارة وكلتك يا فلان تفرغ لي الصك هذا مثلا يجوز ما فيه شيء هذه وكالة هذه وكالة يسمونها وكالة في شيء تقول للشخص توكلت على الله ثم عليك يجوز توكلت على الله وعليك ما يجوز طبعا توكلت على الله وعليك هذا ما يجوز محرم لأن هذا هو التشريك توكلت على الله ثم عليك بعض العلم يقول هذا ما يجوز لماذا؟ قالوا لأن هذه عبادة محظة ما يصرح فيها ما يفوض الأمر الإنسان فيها الأمر إلا لله حتى لو قلت ثم عليك وبعض العلم يقول لنا يجوز لأنها إذا كان في مقدور البشر يجوز يقول إذا كان الشيء هذا في مقدور البشر تقول توكلت على الله ثم عليك يقول يجوز ما دام أن الشيء اللي طلبته في مقدور البشر أم محمد من قطر أشكرها و أسأل الله عز وجل يحفظك و يبارك فيك و أشكرك على الدعوات الطيبة الصالحة مجاهد من رأس الخيمة يسأل يقول وردت في قول الله تعالى كثيرا بالنسبة لإبليس ربي بما أغويتني يقول كيف يعني هذا مجاهد بارك الله فيك طبعا هذا اللي جاء ذكره في القرآن هو كلام إبليس عليه لعائن الله المتتابعة و لذلك إبليس يسئل أدب مع الله سبحانه و تعالى في مقامات كثيرة و منها رفض السجود و منها لم يتأدب مع الله عز وجل حينما قال بما أغويتني هذا طبعا مع أن الهداية و الغواية كلها من الله سبحانه و تعالى هذا خلق الله سبحانه و تعالى لكن لاحظ الفرق بينه و بين الأنبياء الأنبياء في سياقات الخير ينسبون إلى الله في سياقات المرض الفتنة ينسبون إلى أنفسهم قال إبراهيم و إذا مردت فهو يشفين من الممرض الله سبحانه و تعالى لكن لما جاء في الإطعام يطعمني و يسقين و إذا مردت معنى الممرض الله سبحانه و تعالى و لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال و الشر ليس إليك مع أن نعتقد عقيدة جازمة أن الخير و الشر من خلق الله سبحانه و تعالى ف لذلك الله عز و ذكر عن إبليس هذا هو خلق الله هذا يجل على الخير و الشر و الغواية و الهداية و الهدى و الضر كل خلق الله سبحانه و تعالى قدرا و كونا لكن الله عز و جل خلق الخير و أحبه و دعا إليه و خلق الشر و كرهه و أبغضه و نهى عنه و نهى عنه سبحانه و تعالى و لذلك لا يجوز لأحد أن يقول والله فلان يخلق الشر هذا حرام و لا يجوز و إنما هذا كله خلق الله الله خالق كل شيء بارك الله فيك مجاهد يقول في صلاة الجمعة الماضية الإمام ركعوا ما سمعناه يقول كان الوالد بجانبي فلما قال سمع الله لمن حمده ركعنا ثم قمنا و الوالد بعد الصلاة سجد لسه و أنا لم أسجد ماذا علينا عموما ما عليكم شيء الحمد لله أنكما أتيتما بالركن و هذا هو الفعل الصحيح الآن كثير من المساجد بسبب التباعد بسبب الصلاة خارج المسجد يحصل فيه هذا الشيء تكرر هذا الشيء و لذلك أنا أوصى إمة المساجد ينتبهوا لهذه المسألة ينتبهوا لأن خارج المسجد خلق كثير فبعض الأئمة ما ينتبه لهذا فتنتبه يعني من حيث اللاقطة و الآخذ تجعله قريب منك خاصة اللي عند السجود و عند الركوع فتنتبهوا لهذا عموما لما رفع الإمام و أنتم انتبهتوا ركعتوا ثم رفعتم هذا هو الفعل الصحيح كون الوالد سجد بعد الصلاة جزاء الله خير فعلا الصحيح و كذلك أنت ليس عليك شيء لأنك تابعت الإمام و لو سجدت أيضا كان طيب و ليس عليك شيء يعني لأنك تابعت الإمام و الإمام يتحمل عنك مثل هذه الأشياء مجاهد يقول أنا سمعتك تقول بالنسبة لطريقة الإبهام في التكبير أنه ما تلمس الأذنين يقول في شخص أثق فيه و كذا يقول لا لابد من لمس الأذنين مجاهد يعني ماذا تريد؟ تريد أن تزري بيني و بين من تحب؟ لا ما يصلح ما يصلح أنا ذكرت هذا و عندي الدليل يعني أقول لك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلمس أذني حال التكبير ما ثبت هكذا كان يكبر أو هكذا يكبر عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتم من يصل بل العلماء نصوا على كراهية ذلك قالوا هذا من الوسوسة ما يفعل هذا إلا موسوس ما يفعل هذا إلا موسوس و دائما يا مجاهد الاحتكام إلى الدليل قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفاني و بعدين الصلاة وصفت يقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي الصحابة وصفوا اضطراب لحية النبي على صلصهم في الصلاة قالوا و اضطربت لحيته في صلاة الظهر يعني من خلف يصفون لحيته معقول ما ينقلون أنه كان يضع إبهام على أذنيه معقول هذا ذكروا نظره إلى محل السجود ذكروا حركة أصبعه ذكروا كيفية قبضه ما تركوا شيء و هذا مما تتوفر الدواعي لنقله و مما هو ظاهر لما يقول إنسان الله أكبر ما قالوا بأن يلمسوا ذنيه هذا وسواس حقيقة بارك الله فيك مجاهد يقول أنا أحفظ بعض السور في قيام الليل أحيانا أنسى أو أغلط ممكن أخذ المصحف فإذا وقفت عند الآية الغلط وأكمل من حفظي بعد ذلك يجوز يجوز حمل المصحف في صلاة الليل في صلاة النفل و يجوز أن تفعل مثل هذه الطريقة مثلا أن تأتي مثلا تضع المصحف في جيبك فإذا قرأت والتبس عليك الأمر أو حصرت مثلا ما استطعت أنك تكمل تفتح المصحف و تراجع الله صلى الله عليه وسلم طيب أبو محمد من السعودية محمد من العين أم علي من اليمن أم عبد الرحمن من دبي أعتذر منكم إن شاء الله غدا بحول الله و أجيب على ما تبقى من هذه الأسئلة السلام عليكم و رحمة الله و بركاته